أخير على حضراتكم والحقيقة يمكن في كل خطوة في كل لحظة الأهلي بيكتب فيها قصة نجاح جديدة لواحد بيحس أدئي أنه سعيد وأنه السعادة دي جزء منها مصدر فخر بانتماؤه لكيان كبير جدا وعظيم جدا زي النادي الأهلي والكبير دايما قدوة والكبير دايما مثل أعلى وده اللي حقيقة بيترجمه النادي الأهلي في كل لحظة مش بس في بطولات وانتصارات رياضية لكن أنا بتكلم هنا على فلسفة وعلى ثقافة النادي الأهلي على منهج عمل النادي الأهلي على قدرة النادي الأهلي على تحدي الصعاب على قدرة النادي الأهلي على أن يرسم خطوات كثيرة جدا للمستقبل في فترة بسيطة جدا 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 من عمر طويل وكبير للنادي الأهلي 114 سنة في فترة بسيطة جدا انضمت فيها وتشرفت بالعمل على شاشة النادي الأهلي كنت شاهد على عدد كبير جدا من الخطوات النجحة خدوا بالحضراتكم أن كل خطوات النجاح اللي كتبها النادي الأهلي في الفترة الأخيرة والفترة البسيطة دي كانت في فترة العالم كله فيها بيعاني من مصاعب كتير جدا أكبر أندية العالم وإحنا يمكن هنا حتى على مدار حلقات السادسة كنا بنستعرض بالأرقام وبالإحصائيات والميزانيات قد إيه الأندية الكبيرة على مستوى العالم اللي دخلها بالمليارات بتعاني بتعاني في تطوير بنية تحتية بتعاني في استخدام أو تعاقد جديد مع العيبة جديدة وعلى الرغم من الفترة الصعوبات الاقتصادية دي قدر النادي الأهلي أنه يعمل خطوات كتيرة جدا تابعنا مع حضراتكم خطوات عملاقة بيتم تنفذها في فروع نادي المختلفة واللي بالتأكيد مش بس هيكون ليها استفادة ومردودة على النادي الأهلي بس لكن كمان على المجتمع المصري ككل مساحة أكبر وأوسع وأرحب لاكتشاف كتير من الموهوبين والنجوم في مختلف اللعبات والمجالات الرياضية المختلفة والكلام مش بس الرياضة الحقيقة عشان مختزلش الموضوع في الرياضة لا النادي الأهلي دي كمان الحقيقة أهداف مرتبطة بالاستثمار الرياضي أهداف مرتبطة بالتنمية المجتمعية كل ده بيحصل من خلال فروع النادي الأهلي اللي بتتوالى عمليات التطوير فيها والافتتاحات زي ما تابعنا في الأهلي لقصر مثلا أريد أن أقول لحضراتكم كمان أنه مش بس فكرة الفروع لكن حتى كمان على مستوى التطوير الإعلام الرياضي وإحنا يمكن في خلال قناة طبعا عمرها مش طويل قوي لكن منذ بدأت مرحلة التطوير الأخيرة بنتكلم في خلال شهور بسيطة جدا قدرت القناة أنها تفوز بجائزة أفضل قناة رياضية عربية وده بالتأكيد الحقيقة نتيجة مجهود ونتيجة تخطيط ونتيجة رؤية بنتكلم على ملعب الأهلي وي السلام اللي كانت سارة بتتكلم عليه من شوية وقد إيه شفنا أنه ظهر بشكل جديد ومختلف على كل الملعب المصرية الحقيقة ووضحت فيه بصمة الشخصية نادي الأهلي وبالتأكيد منذ تم الإعلان عن وضع حجر أساس الملعب الجديد أو الأستاذ الجديد اللي هيكون خاص بنادي الأهلي كل جماهية نادي الأهلي عايزة تتصور أو تتخيل شكل الأستاذ والملعب الجديد اللي هيكون بيحمل اسم نادي الأهلي وبالتأكيد طبعا هيكون من حيث انتهى الآخرون هنشوف طفرة جديدة في ملعبنا وهيكون بالتأكيد إضافة لمنظومة الرياضة في مصر وخلينا أقول لحضراتكم بالمناسبة إن شاء الله بإذن الله نتمنى أنه يحصل في يوم الأيام وليه لا؟ النهاردة مصر بتعيش نهضة وتطفرة في كل المجالات وأعتقد مصر النهاردة لما تتقدم زي ما شفناها في بطولة العالم لليد وزي ما شفناها في بطولة أمم إفريقيا قادرة أعتقد نهاردة بشكل كبير جدا ويكون عندها ملف قوي جدا ومحترم جدا لو قررت أنها تستضيف بطولة زي كاس العالم وبالتأكيد في الحالة دي هيكون استاذ النادي الأهلي الجديد في خدمة الرياضة المصرية وفي خدمة الدولة المصرية وهيمثل إضافة حقيقية لبنية تحتية رياضية شاهد التطور كبير جدا في عهد الرئيس السيسي وده جزء الحقيقة يمكن من رسائل اللي بيحاول الفقامة الرئيس إن هو يأكد عليها دايما مش بس في الرياضة في كل المجالات إنه أي نموذج أو أي قصة نجاح بالتأكيد لازم الدولة تقف في ظهرها وبالتأكيد لازم الدولة تدعمها وتسندها وتوفر لها كل الصبل وكل أنواع الدعم الممكن عشان تستمر نفس قصة النجاح دي